اكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه استناداً إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس فقد اتقرر فتح الجوامع والمساجد كما كانت عليه قبل الإغلاق الأخير وذلك لأداء صلوات الفجر والظهر والعصر فقط وذلك اعتباراً من صلاة الفجر ليوم الخميس الرابع من مارس الجاري مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات المختصة بإشراف القائمين والمتطوعين على الجوامع والمساجد وقالت الوزارة إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية وما تصدره الجهات المختصة من توصيات صحية